استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر العوجة بالدرعية في رياض اليوم حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعدد من أصحاب السمو والمعالي فيما حضر من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة والوزراء وكبار المسؤولين من عضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد حيث نقل سمو حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفردة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنيات جلالته الطيبة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة والتطلع لمرحلة هامة من التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وقد رحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بسمو ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء مشيدا بالتواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين وبنتائج الطيبة التي أثمرت عنها زيارة سموه والتي سوف تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين وأبلغ خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد بنقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته لمملكة البحرين اضطراد التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة وخلال اللقاء أعرب سمو ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الداعمة والمؤيدة لمملكة البحرين التي تأتي ترجمة حقيقية لتعزيز العلاقات البحرينية السعودية وامتدادها التاريخي وما يجمعها من وحدة الهدف والمصير المشترك وأشاد سموه بجهود المملكة العربية السعودية في دعم المنظومة الخليجية بمعزز العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يجسد تطلعات الشعوب الخليجية وتعزيز المسيرة التنموية لدول المجلس بما يحقق المزيد من التكامل والترابط بين دولها وأكد سموه حفظه الله على ما تحظى به المملكة الشقيقة من مكانة هامة على المستوى العربي والإسلامي والعالمي بفضل سياستها الحكيمة وما تتحلى به قيادتها من حكمة وتبنيها الممبادرات الرامية إلى تعزيز فرص الاستقرار وتحقيق الازدهار والتنمية وهو توجه يلقى كل الدعم والتعييد من الدول المحبة للسلام والخير هذا وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود مع دوبة غداء تكريم لصاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق